تخيل ترتكف جريمة قتل ويبقى وضعك في السليم وما فيش اي شبهات عليك وتبقى مية مية. في الاخر تنكشف بسبب واحدة عايزة تفقى زوم بفعشيها. السلام عليكم عزيزي المشاهدين اهلا بيكم في فيديو جديد ومراجعة مسلسل المونستر في موسمه التاني وجريمة لايل وايريك منندس. فتابعوا معنا الفيديو. ما تنسوش تدعميني وتعملوا لايك وشيروا. وتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفاعلين الجرس عشان مساءكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. بتدور احداث المسلسل حول الشقيقيني لايل وايريك منندس وجريمة القتل المروعة التي ارتكباها بقتل والديهما. والمسلسل اللي هو الموسم التاني المونستر اللي طلعننا بموسمه الاول وكان بيتكلم عن ضمر. طبعا ضمر هو واحد من اشهر القتل المتسلسلين فهو معروف بالنسبة لنا. كنت مستغرب ان هما جمب في الموسم التاني جابوا جريمة اللي هو واحد ما سمعش عنها قبل كده. اللي هو مين الناس دي ومين دول وبعدين جريمة واحدة بس اعتقدت ناقشها في موسم. ولكن كان اختيار موفق منهم نظرا لمدى الاسرار اللي الجريمة دي بتحتوي عليها وكمان الجريمة دي هي يعني التركيبة المثالية اللي نيتفليكس بتحبها فيها كل العوامل اللي نيتفليكس يعني بدل ما بتحطها في القصة لا الجريمة هنا جاهزة. فاذا اعتقد ان نيتفليكس في السلسلة دي هي بتعتمد الجرائم او المجرمين الملأمين للتوابع والاجندات اللي هما بيحبوا ينقشوها. اللي ملأمين للتركيبة بتاعتهم هما بينطقوهم كده بيختاروا الناس اللي هي القصص بتاعتهم جاهزة على ان احنا يعني باللمسات بتاعتنا بدل ما احنا نحط اللمسات بتاعتنا عليها لا هي بتبقى جاهزة بها. وطبعا مش محتاجة اقولك ان المسسل للكبار فقط وغير ملأم للمشاهدة العائلية على الاطلاق. ليل وايريك هما اخين بيكرروا في يوم الايام ان هما يقتلوا ابوهم واموهم. في البداية ما بيبقاش في اي شبه عليهم ومش بيبقوا محطوطين في موضع الاتهاب. ولكن المجرم يصيروا ينكشف باسلوب او اخر. وينكشفوا بعد كده وبيتقبض عليهم علشان تبدأ سلسلة من التحقيقات والمحاكمات. اللي بنعرف من خلالها اسرار كتير عن العيلة ما كناش نعرفها. سرد القصة في المسلسل كان رائع بيقدم مستوى جميل جدا من الغموض والتلاعب العقلي. يقدم لك في البداية انسان ويخلهولك ملاك ويلمعهولك. فجأة تلاقي نفس الانسان اللي هو هقدمولك على انه ملاك بيحوله مية وتمانين درجة ويخليه شيطان قدامك. والعكس صحيح. تقول احداث المسلسل وانت فيه تلاعب عقلي عمال يحصل. تبقاش عارف مين الصح ومين الغلط. ما تبقاش عارف في وجهات نظر يا ما بتتعرض قدامك. انت مش قادر ان انت تاخد قرار بالتعاطف مع اي وجهة نظر فيه. نظرا لان ان انت مش واسق في اي حد من الناس اللي موجودة انت عارف انت ممكن تسق في ده وتتبنى وجهة نظر ويطلع في الاخر هو الشرير. فدوامة من التفكير موجودة يعني الحاجة الوحيدة اللي انت بتعرفها في الاخر ان الانحراف الاخلاقي مالوش اي دعوة بغنى او فقير براجل او بست. ما ما فوي. هو يعني انت لو انسان زبالة هتبقى زبالة ايا كان الوضع اللي انت موجود فيه حتى لو كل حاجة متاحة قدامك. اتكلم دلوقتي عن بعض العيوب اللي كانت مقبولة. اولهم هو ان لو جيت توص مسلا على اول ثلاث حلقات هتلاقيهم ان هما كانوا ممكن يندمجوا الثلاثة في بعض وتكون حلقة واحدة لان هما بينقشوا اه موضوع واحد بس. ولكن الموضوع ده بينقشوا باستفادة واخدين راحتهم فيه على الاخر. الموضوع مش عامل ملل ولكن اللي هو حلقة واحدة يعني كانت هتوصل الغرض اللي انت عايز توصله كنت انا هفهم خلاص انت بتعمل ايه بدل ما تهري كتير في الفاضي. كمان كان فيه اجزاء كتير في القصة. دوصوا هي الحاجات دي ما عملتش ملل او ما بوزتش مضمون القصة ولكن هو لو كنا شلناها كنا هنوفر وقت. الحلقات بتاعت المسلسل هتقل معنا هيبقى مسلا بدل ما هو تسعة حلقات كان ممكن يبقى ستة بس عادي جدا. ففيه بعض الحاجات اللي تحس ان المسلسل خاضي راحته زيادة عن اللزوم في الكلام فيها. في حين ان لو انت شخص انت مش عايز تشوف المسلسل بس عايزت عارف مضمون القصة فهيكفيك ان ان انت تشوف اول الحلقة واخر حلقة هتفهم الدنيا كلها. اللي في النص ده كله ممكن ما تشوفوش خالص عادي. وطبعا الاضافات المحطوطة او اصلا القصة اجمالا عموما الله اعلم هي دي القصة الحقيقية ايه ولا برضو نتفلكس حطت عليها جوانب من عندها وزودت وحطت التحبيش بحيث ان احنا ايه يطلع لنا موضوع درامي ينفع لنا اشو كمسلسل. الله اعلم فين الصح وفين غلط. الجريمة دي بالنسبة لنا انا اول مر اعرف حاجة عنها ما عرفش مين دوله على قاريت عنهم قبل كده ولا اي حاجة. ده اول واخر تعارف بيني وبينهم. افضل الحاجات برضو اللي كانت موجودة معنا في القصة هو الجانب الحواري. خصوصا في مشاهد التحقيق ومشاهد المحاكمات والمشاهد الحوارية اللي كانت مكتوبة بطريقة حلوة جدا. بيوريك بقى ان ازاي الحوار ده هو الاساس في المحاكمات. كلامك في المحاكمة هو اللي ممكن يوديك ورا الشمس وممكن يطلعك بريق. ايا ان كان انت مجرم او لا. يعني هو كله بالطريقة وكله بالكلام. بكلامك انت تقدر تطلع براءة حتى لو انت مجرم. وفي نفس الوقت لو ما عرفتش تتكلم وانت اساسا بريق ممكن تتحبس برضو عادي جدا. فعجبني استراها الحوار وطريقة استخدامه في قلب الموازين طول ما احنا ماشيين في المسلسل. واما بالنسبة للا اداء التمثيلي في الحقيقة ان الاداء التمثيلي كان رائع من كل المتواجدين معنا في المسلسل. كل اللي كانوا موابودين خاصة طبعا الابطال بتوعنا اخدوا المساحة بتاعتهم الكافية والوافية وقدروا ان هما يعدون الاداء التمثيلي رائع. واما بالنسبة للتقييم الرقمي فانا مش حابب اندي تقييم رقم المسلسل. ولكن انا بس في رسالة احب اقولها وارجو ان انتو تسمعون فيها. يعني ارجوك ايا كان مدى الازى اللي انت تعرضت ليه من عيلتك من اسرتك من المجتمع اللي بفايت بيك. يا ريت ما تتوصلش اولادك لان هما يكونوا موجودين في نفس الازى ده خليك انت اللي بتكسر حلقة الازى اللي بتدور على مدار الاجيال. الاجيال بتسلم الاجيال في الازى. ف casually خليك انت اللي تكسر الحلقة دي خصوصا ان انت عارف مدى الازى واز shirts방ت لي واكيد الازى ده أصر فيك نفسيا بشكل سلبي كبير. فما توصلش اولادك لان ہما يكونوا مازيين نفسيا بنفس الاذر اللي انت تعرضت لي. وبس كده عزيزي المشاهدين نكون خلاص فيديو النهاردة متنسيوش تداموني متعملوا لايك وشير وتأكدو ان انتم مشتركين في القناة ومفعالين الجرس عشان وصاركم كل جديد واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.